السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم وعدنا بفيديو جديد بحث عن قطاع طبعا. فيديو اليوم راح نعمل شرح عن كيفية تكسر سرعة معالجات الكورتوديو. طبعا هذا الفيديو عملناه من قبل على القناة الثانية ولكن يعني اخي انا اضطررت ان اقول ليش ما عيدوا على القناة الاولى خاص انه الفيديو القديم كان فيه مشاكل وناخذ شوية وشرح ومش ويعني بالاضافة لانه الجودة كانت ضعيفة سواء من ناحية الفيديو سواء من ناحية صوت واكتر شي ازهجني وقتها من ناحية الصوت. والفيديو جاب كثير يعني على القناة الثانية جابت حوالي التلاتين عالية مشاهدة ومر عليه سنتين والاوضاع تغيرت. فقررت اني اعيد هذا الفيديو وبلا ما اطول اكثر من كده اخليكم مع الشرح. اوكي اول شي رح تحتاجوا انا خليت لكم يعني في في وصف الفيديو روابط لهذا البرامج اللي رح تحتاجوها اليوم. طبعا احتاج تلاتة مشاربعة ولكن انا حبيت اضيف واحد رابع. رح تحتاج برنامج سي بيو زي فير مارك اما سيفتر برنر. ولو عايز ما تتستخدم سي بيو زي فيمكنك تستخدم اتش دابلو انفو. ايجي الفايدة منهم يا هدم رح تفهم كل شي. اما سيفتر برنر وفير مارك مبدئيا ما رح نحتاجها من الحين. سي بيو زي هو اللي احنا احتاجه الحين. يفتح معاك واجهة البرامج. بالطريقة هذي من هون رح تعرف كل شي عن معائلشك. وانا اليوم رح احتاج منكم يعني شي واحد بس. او شي ايه ايش? شوف معنا اول شي هادا المعالج قدامي هو كورت ديو اي سبعة تلاف خمسمية. الكورت فولتج واحد فاصل اتنين او تقريبا واحد فاصلية فولت. فمبدئيا يعني ما رح احتاج ان يزيد بعدين في كاسر السرعة. متى تزيد الفولت لما يكون معادك واحد فولت واحد فاصل واحد ممكن تضطر انك تزيد. مش مش في كل حالات انتعي حتجرب. تراكسر السرعة فيه تجارب كثيرة. فاهم شي عندك الكورتج هون احنا اصلا زايد فخلي ديو بعدين في كاسر السرعة. وتردد المعالج. هون عنا اتنين فاصل تاتة وتسعين جهردز. احنا ما رح تتب تنين فاصل تاتة وتسعين. لدي بس شكل بنسبة لنا حاليا. احنا اللي يهمنا هو هنا. سيبك من الف خمسمينة طلع قبل شوي. في المعالج هو الفين تسعمية خمسة وعشرين. او اتوقع انه اكتر بشوية ولكن على كل حال احنا حيهمنا هذه او او تنطق زي ما تنطق. والباس سبيد. هاد الشي اللي هنحتاجهم احنا في كاسر السرعة اليوم. فزي ما تشوفوا الباس سبيد عندنا مكتوب ميتان ستة وستين. تذكروا هادي هنرجع لبعدين. والمالتيبر او على كل حال ما يهم. هادي احد عشر عندي انا. اوكي? سيبكم من ست عالي. لا. هي احد عشر اعلى قيمة انت هتخذها. زي هنا تروح لالف خمسمية. الحين هي الفين وتسعمية خمس عشرين. الشرح ممكن يكون مزحش وطويل ولكن ما اريد اخلي اي خطوة انساها في اليوم يعني. فعلى كل حال افتع معي بتاعك. انت ايش راح اقولك بعد شوية ولكن حاليا اضرب لي ميتان ستة وستين سوري. ميتان ستة وستين وضربها في احد داعش. راح تطلع لك الفين وتسعمية وستة وعشرين. وليه هون يعني الفين وتسعمية خمسة وعشرين فاصل ستة وتعين. هي ممكن تلحق. على كل حال هذا اذكروا بعدين. لانه الكورسبيد هذا هو نفسه هو السرعة المعالج ترى الفين وتسعمية خمس عشرين ميجاهرتز هي اتنين فاصل دوتين جيجاهرتز. اي نو انكم تعرفوا ولكن في ناس ما تعرف. فالفاصي سبيد والمالتيبر جدائهما يعطيك سرعة الكورسبيد. فاتفق انه هذا كل ما احتاج تعرفوه حاليا. بس تعرف المالتيبر والباس سبيد انه المالتيبر ميتان وستة وستة ميجاهرتز تضربها في المالتيبر احد داعش على هاد المعالج تغير من معالج المعالج يا جماعة خير وممكن في اللوحة اللهم تتغير ويعني في تغييرات فيها. فانا احفظها ميتان ستة وستين ضربة احد داعش. راح نرجع على عبات شوية وتفهموا اياش. فعلى طول يلا على الشرح. اخر شي يا جماعة اهو قدامكم معالجي باقي تنين فاصلات راح تغير بعد شوية. اوكي رجعت لكم بعدما الحين اعمل ريستارت الجهاز. اول ما يعمل ريستارت راح نرجع لكم. وارجع لكم جديد يا جماعة خير. طبعا اول ما تجيك هاد الواجهة اللي هو واجهة لوحة الام تبدأ تضغط ديليتها على الكيبورد عندك لحتى يفتح لك البيوس. فيا. يا زي ما تشوفوا اهو فتح لنا البيوس الحين. الجودة مش هافظ لشي ولكن هادا اقدسة ما قدرت اعمله يعني. فيا. احنا ايش هنحتاج? لا. اتوقع يا? اتوقع ايش? لا لا. اتوقع ايش? يا. ايش اتوقع هالي? ما عادة. على كل حال. زي ما تشوفوا هون اه او سي ميتين ستة وستين مجا هارتس. هذي نقولنا قبل شوية تضرب في حداعش. طبعا مفروض احنا مقدري انه ترجع اه سمارت بايوس اتوقع. يا. يا ديس علي هي. اه عندك زي ما تشوفوا ممكن بلشوي كانتو خمسة او شوين بس ما في فرق. اه مالتي بير او مالتي بليير ولا ما ادري اه انيوي حداعش. فيا ممكن تغيام اللوحة 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 الاموة المعالجة معالجة مع التخير فهالالامور مهمة جدا. اه فيا نرجع نروح الى فوكس انتليجيند ستيبينج اوكي انيوي هون راح ممكن تضغط على الديفولت هذي تلقى اكتر من بروفايل ستيب وان ستيب لو ستيب تري هذي ممكن يعني ما تسبب لك مشاكل يعني اذا انت ما تبقي الوجه على راس تحط لحدة من هذن طبعا المفروض نتحط اعلى شيء ولكن ممكن تعمل لك مشاكل في الحرارة ممكن تعمل لك مشاكل في اه انو ما في توافق فاتبقى انو افضل شيء والي هو المانويل هنا فلاحظة رشح ديفولت ولحظة جمعة الخير قبل ما تزيد هون ممكن تزيد للسي بيو ممكن تجيد له الصفر فاصل واحد صف فاصل اتنين او اتنين ونصف صف فاصلاتة على راحتك ولكن طبعا ما انصح انك توصل لفولت اكتر من واحد فاصل ثلاثة ونصف واحد فاصل اربع لماكسيموم يعني لانو اكتر من هيك ممكن تعمل لك مشاكل حرار وممكن تهرق السي بيو عندك فانت انا حاطها ديفولت لانو شايف اصلا انو السي بيو مرتبع واحد فاصل اتنين فولت او تقريبا هو واحد فاصلاتة كان اتوقع انها مرة عالية فهيك يكفي يعني فنروح للفوكس انتليجنت ستيبينج زي ما قلنا وهون نغير طبعا انت رح تبقى طبعا حطها مانويل وح تبقى هون في الميتين ما ادري ايش هقول لك. هادي على حصل تجربة كنتها. رح نعرض بعدين متى يكون كسر السرعة. لما يكون وقتها يعني خلاص ماذا تزيد اكتر من كده. فانا ادري اعلى كسر لو وصلوا في المعالجة واللي هو تلاتة تلاف وميتين ميجا. تلاتة تلاتة ميت ميجا رسوري. وتلاتة تلاف وتلاتمية ميجا هاتس اللي هي هون تلاتمية تلاتمية ميجا. طبعا انت رح تجرب بعدين زي ما قلنا على كسر السرعة. لما يكون يعني في مشاكل رح تعرف رح هقول لك ازاي حتلقى مشاكل ولا لا. بس حاليا اح تبقى تزيد بشوية. يعني متى معالجة دين فاصل تسعة رح اجرب عن تلاتة 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 اللي هي يعني تلاتة الاف ميجا هاتس. على حداعش. حيطلع الفال حيطلع النتيجة حوطها على الشاشة. فانيوي. فانا باع مجرد من قبل اكتر قيمة وقتها ترسلها هي تلاتمية ميجا هاتس. واللي هي يعني تلاتة الاف و تلاتمية ميجا هاتس. تلاتة فاصل تاتة جيجا هاتس. ويعني بس انا لد امان اكتر. واحط ميتين واحد وتسعين واللي هي تلاتة فاصل اتنين جيجا هاتس باس. ولكن خلي مشان الفيديو يا اخي خليها تلاتة فاصل تاتة جيجا هاتس انه عملت لي مشاكل مع الوقت كده يعني مشاكل حرارة مشاكل انه يسي يتفويش على احيان وقت اللاعب طبعا هادي من ضغط السي بيو انه الكسر مش فوقتها راح تتغير في كاسر السرعة. هذا اللي طولت معاكم في الشرح فبس عن هاتس حطتها تاتمية ميجا هاتس زي ما قلتك او طبعا على حسب معالجك حتى بقى تزيد بشوية زيد بعشرة ميجا هاتس زيد بخمسة عشر ميجا هاتس هون راح تلقى الفرق يعني وطبعا يعني جمعت خير لو معالجك مين فاصل تسعة جيجا هاتس واقصى شي وصلت له هو تلاتة جيجا هاتس او تاتة فاصل واحد طرح مش مستهلة كاسر سرعة طرح يا جمال الخير. طرح ميتين ميجا هاتس انك تحرق تاعك عشاء لها. وبالمناسبة بعد شوية احنا نرجع اه اذا ما اشتغل لك خليل اول شيء نضف ونشغله او 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 عندك اه هون اف عشرة نضغط عليها نضغط على واي طبعا ممكن تكون ان فاضغط على واي معانيتها يرسر معك. يا جماعة الخير لو انت كسرت السرعة وما اشك بعدين يعني ما تخطى ممكن لوحة هذه اللوحة البداية بتاعت شاشة البداية عفوا بتاعت اللوحة الام او انه ما صر يشغل شيء على الشاشة او يعني ايش كانت المشكلة احطا فوكس احطا زي ما قلنا يعني اذا ما اشتغل عندك او اي شيء كده غريب احطوا يعني انه طول او شيء. طب في اعزوا من الكهرباء تماما. وانا سويت فيديو زمان بس اتوقع انه مش مستهل عيني احطوكم. طبعا الحال سهل جدا. هذا فتح معنا. فاتوقع اللحظة بس راح نرجع اول ما يشتغل حتى ارجعكم من سطح المكتب احسن. وكنت احكي على انه لو يصير لك اي مشكلة اي مشكلة في يعني انه ما يشتغل طرح حالة سهل وما لا ما تنفجع ولا اي شيء. الحال البسيط انك تروح للوحة الام تفتح لعك. تعجب من الكهربة زي ما قلت لانه الموضوع اللي هزي بتعزلوا. اه في كده دائرة اللي هي اسمها بطارية ولا ما ادري. دائرة هديك حاول طلعها. طلعها بس يعني شد الجانب كده يعني حطوهم فيديو تفضيحي. اذا لقيت باليوتيوب او من الفيديو ديها السابق. او ممكن نصور. على الكل حال. اه طلع على الدائرة هديك. البطارية وخلاص يعني يشغلوا بدونها. راح يرجع لك لصفة. فايا. اول ما يشتغل بي سي. طفيه. او يعني اول ما يشتغل بي سي يعني الرجع عداداتك زي ما كانت. اوكس وسرعة يعني. ورجع البطارية عادي. اوكي? طبعا ما تريش عناش الكسر اللي تسبب بك المشكلة. لا نقص شوية يا اخي. ما اتنا حاطت لا تفضل خمسة الجامس نقص. فانيويت. الحين نروح للتست بتاعنا. وايا. اول شيء عملنا قبل شوية. فايا. اول ما يفتح معك راح تلاحظ انه اولا اي يسببت له خمس مئة ما تغير. اتنين فاصلة ثلاثين. ولكن لما تيجي هون للقور سبيد هون تتغير لتلات وتلاتمية ميجا هرتز. وشوفوا البص سبيد هو تلاتمية. فايا. هون تأكدنا انه لا يشتغل كسر عادي جدا. ولكن ما تستينا اذا هو ولا. وكمان لما تجي هنا راح تلاحظ انه كمان تغيرت الى تلاتة فاصل تلاتة. سي ما قلت يا جماعة تغير ترى ما راح توصل لهذا الرقم بسهولة يعني ترح تجرب متل لو كنت زي اتنين فاصلة وتسعين هتجرب تلاتة جي هرتز هتجرب تلاتة فاصل واحد ثلاثة فاصل اتنين بعدين ثلاثة فاصل لاتا. انا اول مرة يا عمي تحمست وحطت ثلاثة فاصل سبعة فالبيس ما عاد يشتغل فسويت حركة البطارية هذيك عادي يعني ما ترى هو ما في شيء يعني كده ما تلعب الفوتش ما في اي خوف عليك. فايا. وكمان ثلاثة فاصل خمسة اشتغل ولكن عملي بلو سكرين ثلاثة فاصل اربعة اشتغل ولكن لاحظ انه مش ستيبل ولما يجي تشغل عليه بعدين برامج لضغطه المعالج كان يفصل وكان يعيد رستر حاله لحاله. فايا. فتاتة فاصلات كمان كان فيها بعض المشاكل احيانا. ولكن عادي يعني. نزلتها تاتة فاصلين وما صار دي اي مشاكل. فانيوي. الحين ايش احتاج بعد ما شفنا هون وكل شيء يعني. راح احتاج انك تروح لا. اما سيفتر بيرنر عادي جدا. طبعا اه الموضوع بس. انك تروح ل. وطبعا احنا هحتاج الحين. احنا هحتاج. احط كمان ممكن احتاجها. ولكن علم عليهم صح على كل حال. اذا لقيتهم مش معلمين عليهم صح. علم عليهم صح. مش سي بيون وان او 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 بشكل عام. والسي بيو اذا حبيت تاني. خليني احطوا هنا كمان. وابلاي واو كي. فبعد ذلك راح تنزل هون على اما سيفتر بيرنر. راح تلاقيها. هي قدامكم. والسي بيو يوسج. واي سي بيو كلاك. وطبع ما فيش بس اما سيفتر بيرنر جمال الخير. طبعا برنامج ايش دابليو انفو يطلع لكل المعلومات اللي تحتاجها. عن عقك وعن المعالج وكل شيء زي ما يعني عادة تشغله عطل تتمشي. مش اما سيفتر بيرنر تحط احصائياته مع العدالي. زي ما تشوفوا اشتغل معنا. زي ما تشوفوا هون كمان يظهر لك كم اه ترد عندك. وطلع لك ترد درامات وكل شيء. ولكن احنا نحوس على درجة حرارة المعالج. اتوقع انها كانت يا هون. ايكزاكت. اه وحن روح للسي بيو كورك لا 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 لا. وين? اهو. سي بيو. خلي نقول الكور ماكس. اوكي? اللي هو درجة حرارة السي بيو كله يعني. فيا اللي هو حاليا. هو ستة وخمسين درجة. اتوقع كمان حيطلعنا. يا ستة وخمسين درجة يا هو مش ستيبل. فحادي. درجة الحرارة اللي اطلع على المهم يعني درجة الحرارة ما تفوت سبينات التمانيات. اوكي? سبينات خلاص. يعني لها نقص سرعة. نقص كسو سرعة يا حبيبي انه وصلت لحد. فاتش ترى برنامج متعمق جدا ولكن ما رح تكلم عليه حاليا. انه اسهل. الفير ماركو في الاصل. اوكي انا مش هعمل له على كلها. الفير مارك اصلا بتنامج لضغط كرت الشاشة. ولكن فيه اسمها سي بيو بيرنر هون. اوكي? تضغط عليها يطلع عليك عبارة عن ضغط للسي بيو. حط ليها هون على الجنب واجيب لي هذا. واجيب لي وشوف معايا. شوف. اوكي خلي اعطيك كلير ده للسابق. اوكي. حوالي خمسين بالمية. حاش كده. جرب شغالي سي بيو بيرنر. اغطي ستارت. شوف كيف انطلق للمية بالمية. خلي عندك سي بيو بيرنر شغال لمدة اه تلات دقائق او اربا دقائق مش هكتر من كده لانه ممكن يعني يعني مشاكل كمه من حرارة يعني. وشوف اكد انه هيعملك مية بالمية. زي ما شوفوا كده. اه الحرارة ارتفعة لتسعة وستين. تمانية وستين. طبعا انا يعني درج حال غرفة مرتفعة فطبيعي هذا. وقال زي ما قلت لكم يعني زي لما ما تفوت التمانين فانت في درجة الامان اوكي? وانا زي ما قلت لكم اصلا انه هذا الكسر انا مماشي معتمد انا معتمد لهذا فاصل تين كيجا. فاتبقى انه هذا كل شيء انت بس خلي كده السرعة شغالة. وشوف درجة حرارة له. المهم انه ما قلت لكم الاربعة وسبعين او خمسة وسبعين ما ما يطلح لدرجات كده عالية. لما تشوفوا ستينات عالية طرح. انا طبعا حاليا هوقفوا لانه كمان تسجيل و كثير على المعالج. و معروف انه ضاغط جدا للمعالج. للمعلومة بس كمان فيه اه ضاغط للمعالج. يعني نسيت اذكره. لكن طغط تعمل كل شيء بما صيف تلبرنر سي بيو زي. البنش هون سترس سي بيو. راح يعمل لديه سترس. ولكن احنا مش ما هتمين بيه كتير. واصلا زي ما قلت لكم سي بيو بيرنر احسن. وكده وصلنا لنهاية المقطع. لاتنسوا حتى تلايك شار سبسكرايب. ونشوف الفيديو لصاحبك اللي عندك ويعاني. طرح الكسر اوكي. يزيد كم? خمسة بالمية عشرة بالمية ده. ممكن يزيد تطبيقات اللي يحتاج المعالج. تطبيقات المونتاج. تطبيقات يعني. الالعاب اللي يتحمل مع المعالج لاني مثل فورتنايب ولكن مين يلعب فورتنايب بكورتوديو وحديا. على كل حال كده وصانيات المقطع لاتسال لايك شار سبسكرايب. فعل جرس وياهدف. اكتر ما قولكم وسلام.